اشتركوا في القناة ارتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وبرفع كفاءة المواد المتاحة للأجيال القادمة كما أن هذا الفوز يجسد أيضا النهجة التطويرية المتجدد والمستدام لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرامي إلى تحقيق ريادة عالمية على مختلف الأصعدة بما يحقق تطلعات الوطن والمواطن واضاف الدكتور بن شمس أن معهد الإدارة العامة سيواصل تكيف خططه والسراتيجياته للحفاظ على ريادة البحرين في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال الإدارة العامة تماشيا مع الأجندة الحكومية لمملكة البحرين واضح بن شمس أن المعهد رسم منذ تأسيسه مسارا شموليا واضحا يضم كل أبعاد الإدارة العامة في خططه والسراتيجياته التي كان من أبرزها تخطيط المشهد التنافسي الإداري للوصول إلى هذه المكانة الدولية من خلال تأسيس أول شبكة إدارية في المنطقة